وصل المئة من المصريين اعتصامهم في ميدان التحرير في القاهرة رفضاً لأعلان الدستور الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في غضون ذلك تجتمع الجماعية التاسيسية المكلفة بسياغة الدستور الجديد في مصر للتصويت على بقي مواد الدستور تمهيداً لرفعها السبت القادم إلى الرئيس مرسي كي يصادق على مشروع الدستور المقترحة بما يمهد الطريقة مما ترحيه للاستفتاء الشعبية في غضون 15 يوماً ويتل أعلان عن إنهاء مسودة الدستور الجديدة فيما تشهد البلاد أزمة سياسية منذ اصدار رئيس مصري هذا الأعلان الذي حصن بمجابه كل قرارة من أي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي قد يصدر بحلها اشتركوا في القناة